صاروخ جديد صناعة سورية لبنانية تم إنتاجه في ورشات الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري استخدمه حزب الله اليوم لأول مرة خلال المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان يطلق حزب الله على هذا الصاروخ اسم بركان بينما يسميه الجيش السوري جولان ويصل وزن الرأس التدميري للصاروخ إلى نصف طن من الـ TNT ويطلق مراجمات تكتيكية قصيرة المدى كما تحمل كل بطارية منها ثلاثة فوهات إطلاق تركب على جسم دبابة أو عربة مدرعة أو شاحنة